القسم الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أدى الأمان ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق لماذا يقع الشرك في الأمة ما أسباب وقوع الشرك حتى نشتنبه حتى نعرف لماذا يقع الشرك في الأمة مفهوم وهذا من أهم الأقسام لا بد تعرف سبب وقوع الشرك لأننا وهذه الدعوة أصلا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبداللهاب تسمى الدعوة الإصلاحية لماذا لماذا دعوة إصلاحية لا دعوة إفسادية وله دعوة تكثيرية لماذا لأنه أراد إصلاح المجتمع إصلاح الخلل لم يأتي بالتكثير لم يأتي بالقتل لم يأتي بالتفجير لا جاء بالإصلاح حتى نصلح المجتمع فأنت الآن دورك ما هو إصلاح تسعى للإصلاح صحيح؟ وما توفيقي إلا بالله لابد أن تسعى للإصلاح لا للإفساد بعض الناس شغلوا الشغل تكثير المجتمعون تكثير الأشخاص وبعض الناس لا يقول لا أترك الناس على ما هم عليه لا إذن لابد نسعى لماذا للإصلاح إذن هذه دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فأراد أن يبين لك أسباب وقوع الشرك حتى تجتنبها حتى تحذر وتحذر ذكر في هذا القسم أبواب أربع الباب الأول باب ما جاءنا سبب ليس السبب الوحي لكن هو من أخطر الأسباب وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلوف الصالحين لأن الغلوف الصالحين يجعلهم يعبدوا من دون الله نعم الثاني الغلوفي قبور الصالحين الثالث مضرة العكوف على القبر لعمل صالح فكيف إذا عكف على القبر لعمل غير صالح كم قسم الآن كم سبب من أسباب وقوع الشرك ثلاثة الأول الغلوف الصالحي الثاني الغلوفي قبور الصالحي الثالث مضرة العكوف على القبور لأن القبور عند أهل السنة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا البقيع الذي تراه الآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان كان خارج المدينة هذا البقيع الذي تراه الآن كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم أترف كتابه خارج المدينة الدليل أدلة قال الذي كان يأكل ثوم أو بصل ينفى إلى أين كان ينفى إلى البقيع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لصلاة الظهر أطال حتى يذهب الذاهب إلى البقية لماذا؟ لأن القبور لابد أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرب وداخل البنيان إيش يكون؟ المساجد ولهذا أهل السنة والجمعة يعمرون المساجد وأهل البدع والباطل يعمرون المشاهد ويبنون عليها القبر نعم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت من؟ أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم بيت من؟ محمد بن عبد الوهاب لماذا؟ لأنه كان هناس من طلاب العلم يقول نريد نذهب إلى الدرعية ننظر على المكان الذي كان يدرس فيه ويجمس فيه وينام فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نريد نعرف المكان الذي كان فيه فلان من الناس لا هذا هو ذريع للشرك محبة الصالحين لا تكون بهذه الطريقة لا محبة الصالحين تكون بهذا أن بن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حتى لا أحد يذهب إليه وقول ننظر ماذا تريد بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذن عندنا ثلاثة أسباب أخطر الأسباب الأول الغلوف الصالحين الباب الرابع ما هو ما هو الباب الرابع حماية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حمى حمى التوحيد حمى حمى التوحيد كيف كأن التوحيد هذا هو جعل التوحيد سور النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحمي السور حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد الآن قصر الوزير أو قصر الأمير يصنع له كم سور سور واحد لا يصنع له أكثر من سور لماذا لأنه حتى إذا تعدى أحد على السورة الأول لا يستطيع يتعدى على السورة الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشيء